شكران مرتجة ممثلة سورية عرفت بإتقانها للأدوار الصعبة والأدوار الكوميدية لها عدد كبير من المسلسلات أشهرها خان الحرير وباب الحارة وغيرها لكن مشوار شكران لم يكن مفروشاً بالورود بل كان مشواراً صعباً للغاية نستعرض أهم محطاتها والصعوبات التي واجهتها في هذا الفيديو ولدت شكران مرتجة في الطائف بالمملكة العربية السعودية لأب فلسطينية وأم سورية في عام 1970 وانتقلت مع عائلتها إلى مدينة دمشق حيث عاشت في منطقة الزبداني بعد إنهائها الثانوية العامة التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت في العديد من المسلسلات في فترة التسعينات أهمها مسلسل يوميات جميل وهناء في عام 1997 التي اشتهرت فيه من خلال دور أمل توالت أعمالها بعد ذلك وكان أبرزها بيت العز المفتاح وخف علينا لطالما كانت ثروة شكران من الأمور التي جعلت الكثيرين يبالغون بشأنها فقيل إنها تمتلك ثروة كبيرة وبسؤالها عن حجم ثروتها بالبنوك وما تردد عن أنها بلغت مليون دولار قالت مرتجة أبدا ولا واحد بالمئة عندي بيت وسيارة ورصيد يكفيني للمستقبل أجر كل عمل يكفيني للمستقبل القريب كان لدي مبلغ بسيط بلبنان ولكني فقدته فتزوجت من الممثل على قاسم لمدة 11 عاما قبل أن ينفصلها خلال عام 2019 علما أن الزواج بقي سريا حتى عام 2012 حين حصلت شكران على الجنسية السورية وصرحت بأنها لا تفكر في الزواج مرة أخرى أبدا فتعرضت مرتجان لموقف صعب للغاية مع الفنان مكسيم خليل الذي قال لها إثر اقترابها للجلوس قربة بأن المكان مخصص لضيف آخر مشددة على أنها لم تتكلم حينها عن الأمر لكن الصحافة رأت ما حدث فكتبت عنها أشارت من جهة أخرى إلى خلافها مع المطربة أصال نصري لفتة إلى أن الأخيرة لم ترد عليها إثر قيام مرتجى بواجب العزاء بعد وفاة شقيق أصالة وأشارت الممثلة شكران إلى أنها تتمنى الموت دائما لأنها تريد الذهاب لكل أحبابها الذين رحلوا فضلا عن أن الآخرة لا يوجد بها شر وقالت في تصريحاتها دائما أتمنى الموت لأن الله أرحم الراحمين ولأنني سألتقي بمن أحب عند الله وفوق ما في شر وعند سؤالها عن شعور من يحبونها بعد وفاتها أشارت إلى أنه بعد أيام من موتها ستنسى كما أثر هذا التعليق تعاطف البعض معها وغضب البعض من هذا الكلام وعرف عن شكران قيامها بعدد من الحملات الإنسانية حيث أنها لم تخرج من سوريا منذ بداية أحداث عام 2011 وفي مداخلة هاتفية لها تأثرت النجمة السورية وبكت بحرقة بسبب ما يحصل في سوريا وطلبت من الدول مساعدة الشعب السوري العاجز في شمال سوريا وقالت أرجوكم ساعدونا نحن بحاجة لأغذية وأدوية نحن بحاجة لكل شيء الشعب استنفد كل ما لديه وخاصة الصبر وإحساسه بالعجز في هذه المرحلة لا يوصف وشاركت ببث مباشر على قناة سما الفضائية بهدف جمع التبرعات المالية للعائلة المتضررة من الزلزال